سافر عزيز فاهمي لفرنسا للدراسة ولعب لفريق الجامعة واحترف في نادي مومبليا وكم اللاعبين اللي عملوا سمعة طيبة في احترفهم في أوروبا وعزيز فاهمي ما كانش أول لعب يحترف من أبناء الأهلي على سبيل المثال أول لعب احترف من الأهلي كان حسين حجازي لما سافر يدرس في إنجلترا ولعب لفريق الجامعة وبعد الأندية وبعدها رجع الأهلي واتنقل بقى بين الأهلي والسكة الحديد والقاهرة والمختلط وسنة 1932 رجع للأهلي ولعب مباراة قليلة قبل اعتزاله وكان متواجد في أي احتفالية زي مباراة قدامة الأهلي وبنسويف سنة 1940 وبعد حسين حجازي احترف فؤاد صادق في نادي رايسنج الفرنسي وزميلو عبد الرحيم همام احترف في نادي ست في فرنسا برضو والناديين كانوا من كبار أندية كرة القدم في فرنسا في الوقت ده وبالمناسبة فؤاد صادق اتجاوز بعد كده الأميرة فيقة شقيقة الملك فاروق وكانت من عشاء النادي الأهلي وكانت كمان من كبار عضواته واتبرعت في مطلع الخمسينيات ببناء مسجد النادي الأهلي المسجد اللي عند بوابة مستشفى المعلمين اشتركوا في القناة